السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية تكون الله صلى عن النبي اللهم صلى وسلم عليك يا نبي زي ما عودتكم كل اتنين بنزل لكم اخبار الاسبوع اليوم مقطعنا عن اخبار الاسبوع من فورتنايت جايب لكم اخر الاخبار فقبل ما نبدأ المقطع اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وخلينا نبدأ بالاخبار طيب الخبر الاول عندنا يوم التلوتاء اتنين يوليو الساعة اربع مساء حيكون معانا تحديث المحتوى الاصلاح العاجل تحديث المحتوى او الاصلاح العاجل هذا التحديث يصير داخل ملفات اللعبة تظهر لنا بعض الاشياء الجديدة تلقائيا في اللعبة يعني هذا التحديث احنا ما نحمله وما لا ندخل فيه نهائيا طيب خلينا بيين لكم اهم الاخبار اللي حتنزل في تحديث المحتوى اول شي عندنا فول قايز فول قايز كثير من المسربين ذكروا انه التعاون بين فورتنايت وفول قايز هيكون قريبا جدا يعني ممكن هيكون خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم وصراحة التعاون فورتنايت وفول قايز اتاجل ثلاثة مرات لكن على كلام المسربين انه هيكون هذا التعاون قريب جدا طيب من خلال هذا التعاون هيكون فيه تحديات وفيه جوائز مجانية الجوائز عبارة عن حقيبة الظهر واغنية لوبي واكس بعد كده عندنا جوائز حدث الصيف الى الان ما نزلت تحديات حدث الصيف طيب على كلام ايبك جيمز انه موظفين ايبك جيمز هيكونوا معطلين من واحد يوليو تمام يعني ممكن التحديات هذه هتنزل اليوم الاثنين او في خلال هذا الاسبوع هتنزل التحديات ومن خلال التحديات هذه هنحصل على الجوائز الظاهر امامكم الجوائز عبارة عن حقيبة الظهر ومضلة شراعية ولون هيكون فيه عندنا تقريبا 36 تحدي وهذه الجوائز هيكون لها السيلات مرة كثيرة ان شاء الله اول ما هتنزل التحديات هسوي لكم شرح كامل للتحديات بعد كده عندنا القفازات الاسطورية القوة الخاصة بالاسكن السري هتنضاف غدا معانا التولوتا انا بينت لكم مقطع صغير يبين لكم طريقة استخدامها بعد كده عندنا طور الاعادة الجديد طور الاعادة الجديد اول ما نزلت فورتنايت كان الوضع الفرق بعد كده نزل معانا تحديث وانضاف معانا الوضع الزوجي في نفس التحديث اللي نزل انضاف كمان الوضع التولاتي في واجهة تطبيقات فورتنايت وممكن انضاف معانا في اي لحظة يعني ممكن في خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم كثير من الاشخاص سرسألوني في التعليقات انه ممكن حينضاف منه الوضع السولو الاجابة غير معروفة لكن احتمال 80 او 90% على حسب يعني رأي الخاص انه ممكن ما حينضاف السولو ليه؟ لانه اول ما نزل طور الاعادة انضرب البتل رويل يعني الان البتل رويل الاشخاص اللي بيلعبوا فيه مرة قليلين وصار طور الاعادة اكتر اشخاص يلعبوا فيه فممكن اذا انضاف السولو ممكن الناس هتسحب على البتل رويل ويلعبوا دائما في الاعادة فممكن ما حينضاف السولو هذا احتمال على رأي الخاص فهمتوا كيف؟ بعد كده عندنا التاج الجائزة المجانية الخاصة بالدسكورد كثير من الاشخاص سألوني على هذه الجائزة انها جائزة تقدر تأخذها عن طريق الدسكورد تحطها للشخصية هي نظامها ما لا داعي نفس النظام ده تحطها قالوا مدة استخدامها لمدة شهرين تمام؟ التحدي هو يقولك انك تلعب لمدة 15 دقيقة في طور الاعادة طيب كثير من الاشخاص اللي بيسألوني اني اسوي شرح على التحديات في عندي انا نقطة مهمة في الموضوع الدسكورد انا دائما تحديات الدسكورد بعيد عنها خير شر فكنصيحة مني للجميع اي قليتشات او اي لفل تاخده عالي عن طريق الدسكورد ابعد عنه كثير من الاشخاص انسارقت حساباتهم وتهكرت حساباتهم بسبب النظام هذا يعني اذا طلبوا منك عن طريق بوت او طريقة انك تربط حسابك في الدسكورد باي حساب تاني ابعد عن النظام هذا خير شر انا نظام التحديات في الدسكورد دائما ما اسويها مرة واحدة انا سويتها وافتكرها لحد الان سويتها مرة واحدة لما جيت اسوي التحديات فتحت حساب دسكورد جديد وحساب فورتنايج جديد ونزلت التحديات بعدها بطلتها فانتبوا من هذه النقطة بعد كده عندنا يوم التلتاء اتنين يوليو الساعة اربع مساء حيكون معانا تحديات الاسبوع السادس ومن خلال التحديات الاسبوع الخامس والاسبوع السادس حنفتح الستايل الاضافي اللي هي خبيرة المكينات هذو الاشخاص اللي معاهم البيت الباس حيحصلوا على المكافآت الظاهر امامكم الستايل وحقيبة ومضلة شراعية واي موجي اذا انت اكملت تحديات الاسبوع الخامس والاسبوع السادس عشر ثمانية تحديات فقط هتاخد كاملة الاستايلات ان شاء الله اول ما هتنزل التحديات هسوي لكم شرح للتحديات نفس نظام كل مرة بعد كده عندنا يوم التلتاء اتنين يوليو الساعة اربع مساء ستغادر تحديات متاليكا هذه التحديات اللي تعطينا اللي هي الرقصة ولا شاشة التحميل والبخاخ واللون هتغادر غدا التلتاء الساعة اربع مساء اللي ما سوى التحديات يحاول يسويها تقريبا عندكم حول 28 ساعة انكم تسووا كامل التحديات وتحصل على الجوائز بالكامل جميع الاجزاء للتحديات موجودة في قناتي تمام؟ لكن بعض الاشخاص اللي يسألوني على تحديات روكيت ليك وتحديات طور الموسيقى هذي هتكون موجودة الى 16 غسطس يعني الاشخاص اللي بيسووا التحديات حق السيارات اللي موجود في طور السباق حيكون موجود الى 16 غسطس طيب احتمال انه حيغادر القيتار من البتل رويل بالاضافة في عندنا اللي هي جزيرة الغنائي ممكن هتتغير هذا الشي موجود في مدونة فورتنايت الرسمية انه 2 يوليو حتغادر جميع العلامات الخاصة في متاليكا في البتل رويل لكن فورتنايت بعض الاحيان اذا شافت فيه اقبال وشافت فيه ناس يعني مدحة الشي ممكن تخليه فهمتوا كيف؟ بعد كده عندنا يوم التلتاء اتنين يوليو الساعة اربعة او خمسة مساء حيكون معنا تحديات الاسكن السري ومن خلال التحديات هذه حنفتح جميع الجوائز المجانية في عندنا جوائز مرة كثيرة انتو عارفين جوائز الاسكن السري استايلين واثنين حقائب ظهر ورقصة وبخاخ وايموجي واكس يعني فيه اشياء كثيرة ان شاء الله اول ما حتنزل التحديات حسوي لكم شرح للتحديات وكيف نحصل على جميع الجوائز بطريقة جدا سهلة بعد كده عندنا متجر العناصر او الايتم شوب حتكون لكم جميع الاشياء اللي حتكون معنا في خلال هذا الاسبوع فقط يعني فيه اشياء كثيرة لكن كل اسبوع بنزلكم الاشياء اللي حتنزل في خلال الاسبوع نفسه بهمتو كيف عندنا اول شيء وليفرين اللي هو خاص بتعاون فورتنايت او اكس مان بعد كده عندنا جيب ليفن حينزل يوم اربعة او خمسة يوليو وحيكون له ستايلين بعد كده عندنا ريدن حينزل يوم ثمانية او تسعة يوليو كمان عندنا سيلكسونج حتنزل يوم ثمانية او تسعة يوليو عندنا هذه الحزمة الجديدة مو حزمة جديدة اسكنات قديمة بس سووها عن طريق حزمة حتنزل في متجر العناصر لكن الى الان غير معروف موعد اصدارها بعد كده عندنا كمان هذه الحزمة الجديدة كمان مو معروف موعد اصدارها وعندنا اخر شيء اللي هو كريتوس الى الان موجود في واجهة تطبيقات متجر العناصر والى الان غير معروف موعد اصداره طيب هذه كانت جميع اخبار الاسبوع حطوا ببالكم حاجة واحدة دائما عندما نزل مقطع الاخبار بعض الاحيان بعد ساعة او ساعتين تظهر اخبار جديدة او انفك التشفير عن بعض الاشياء وتنزل تسريبات جديدة فده ظهرت معايا تسريبات او اخبار جديدة حنزلها في المنتدى وده ظهرت اخبار كثيرة حسوي لها مقطع خاص لوحدها كده وصلنا النهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو واهم شي لا تنسوا تدعم المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع اخر وفا امان الله اشترك في القناة